موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا من منطقة كفر نحوم نأتي إلى ختام الجولة يسوع في كفر نحوم فالسؤال ماذا نتعلم من كفر نحوم خلين هيك أرجع بس بسرد الأحداث سريعاً المسيح ترك الناصرة لأنه رفضوا حاولوا يطرحوا من سفح الجبل إلى أسفل وجاء إلى كفر نحوم ولكن يسوع المسيح كان بيتحرك بالروح القدس مكتوب عنه ورجع إلى الناصرة بالروح القدس وهكذا كل تحركاته كانت لمجد الله حسب مشيئة الرب كان عنده برنامج إلهي لازم يتممه وأكيد وجوده في كفر نحوم شيء أكثر من أنه الناصرة رفضته لأنه أكيد رجع عدة مرات ليزور الأقارب ولكن بما أنه رفض وطبعاً إحنا منسمع عن هيرودوس أنتيباس قطع رأس يحنى فطبعاً الشخصية الثانية اللي ممكن يبحث عنها يسوع المسيح جاء إلى هذه المنطقة وتعتبر هادئة نسبياً نوعاً ما هي منطقة الحدود بين الجليل والجولان وفي المنطقة الثانية هي منطقة الديكابوليس العشر مدن من هذا نستنتج أنه المنطقة كانت منطقة استراتيجية مهمة جداً عدا أنه المنطقة هي تقع في الطريق الرئيسي فيا مارس طريق البحر اللي كان بيربط قديماً ما بين النهرين العراق اليوم وبتصل إلى مصر طبعاً ماراً بفلسطين وسوريا أيضاً ولكن أيضاً وجود المسيح في كفر نحوم كان لتتميم النبوات أنت يا زبلون ونفتالي بيتكلم عن سبطين اللي في هذه المنطقة الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور فإذن جاء لكفر نحوم لتتميم النبوات ومهم جداً أنه كان لها أهمية كبيرة كبيرة كانت حول بحيرة طبرية كانت مدينة كبيرة لها ميناء كبير كانت مدينة تجارية يعني كان بصيد السمك سيد السمك وأيضاً الزراعة لأنه اكتشفوا طوحين للدقيق كثيرة وأيضاً اكتشفوا يعني من أهم الاكتشافات اكتشفوا المجمع القديم اللي اتكلم فيه يسوع وعلم منه وصنع المعجزات والمجمع اللي فوق القديم من القرن الرابع ميلادي أيضاً كان فوق المجمع القديم واكتشفوا أيضاً بيت بطرس اللي أصبح الكنيسة بزروق المؤمنين من كل مكان كفر نحوم أصبحت بلد يسوع المسيح وطن يسوع المسيح كان على الأرجح بيسكن في بيت بطرس كفر نحوم أصبحت مركز إرسالية المسيح حول البحيرة وكفر نحوم اختار خمسة من عمالقة التلاميذ ومعظم التلاميذ من حول البحيرة كفر نحوم إلها أهمية كبيرة لأن المسيح خدم في هذه المدينة مكتوب كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم كان يعلم يكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب الشيء الرابع كان يخرج الأرواح الشريرة وكان يجول يصنع خير يشبع الآلاف يهدئ العواصف صيد السمك شفاء المرضى الكثيرون في هذه البلدة هذه الخدمة أحبائي رأت أقوى معجزات المسيح وأجمل تعاليم المسيح في هذه المنطقة شفاء غلام قائد المئة الروماني شفاء المفلوج وشفاء حمات بطرس والرجل اللي كانت يده يابسة والروح النجس ومن كفر كان نتكلم بكلمة ابن الرجل الشريف الرب شفاء وأيضا علم عن خبز الحياة علم عن الغفران وعلم تعاليم كثيرة في كفر نحوم ولكن أحبائي كما تكلم يسوع المسيح في متى إصحاح 11 ويلن لك يا كفر نحوم رغم كل المعجزات رغم كل الآيات في البعض لم يصدق الآيات والبعض رفض يسوع وترك يسوع والبعض الآخر آمن بيسوع فالمسيح تكلم بدينوني على هذا البلد وفعلا اليوم ما بتشوف إلا الكنايس وكل المنطقة هي اكتشافات حفرية الحجارة بتتكلم التاريخ بتتكلم يكفي عم تسمع صوت المي وصوت الريح يعني بتذكرنا في يسوع المسيح اللي كان بيمشي في هذه المناطق وبيصنع الخير وبيشفي الجميع أنا بصلي من كفر نحوم إنه الله يلمسك بحضوره والله يغير حياتك والأهم من هذا مش بس التعليم والمعجزات الخارقة والمناطق الاستراتيجية كل الغرض جاء يسوع المسيح ليموت عن خطيتك ولكي يفديك حتى يعطيك حياة أبدية على فكرة إذا أعجبتك هذه السلسلة عن يسوع في كفر نحوم أنا بحب أسمع منك إذا عندك أي تعليق زيادة أو أي سؤال بكل صرور من حب إنساعدك ربنا يبارككو كل عام وإنتم بخير وبصلي حضور الرب وبركة الرب وسلام المسيح يحل عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر